السلام عليكم لا يبدو سريع جدا استسمعوا فيها اكدوا لي انكم تسمعوا فيها انا احكي ديريك السوت كان مش موجودة ضمن صوتي مسموع يعني لايف على السريع هل تسمعونني وعليكم السلام جميعا صوتي واضح حتى المحضرش اللايف هنا ان شاء الله هنسجلوا ويرجع يشوفهم بعد حبيت نعلق على المنتخب المغربي بصراحة فرصة مهمة اني نحكي عليه يعني بالنسبة لي نحكي فالمنتخب المغرب يعني كينو انا كنت نلعب مش هومة معناه صراحة كنت حاضرة معهم بكل قلب ورب معناها ومنتخب مش نرمال يعني في اللاعب متاعه يعني شوفتوا يلعب معناها مع منتخبات قوية ومعا لاعبين مشهورين جدا انا منيش عاشقة للكورة راه فقط تبعت الكأس العالم هذا خطر فيه المنتخب المغربي من اللي سمعت اللهم تعدوا بديت انتابع معناه وتفرجت حتى للمنتخبات القوية معناها كما البيرح لرجنتين وكرواتي حتى الاسماء منيش خبيرة في الكورة راه المنتخب المعني شنية العبرة اللي انا اخذيتها شخصيا ونحب نعدي لكم العبرة اللي انا اخذيتها معناها ربما تنفعكم منعش كانوا يلعبوا مع منتخبات قوية جدا معروفة عالميا لكنهم كانوا يلعبوا بقلب ورب معناها حاضرين كليا في اللعب مركزين في اللعب انا تفرجت على شكوه يلعب من منتخبات غير المغرب يعني منتخبات عربية غير المغرب كي تلعب مثلا مع لعب مشهور كما ميسي ولا غيره يبدأ خايف من ميسي معناها الكورة ما بنيتهم ويبدأ خايف من ميسي معنا يبدأ خايف من اللعب المشهور جدا اللي بجنبه في وقتها يأثر على اللعبة متاعه يعني مخه مش في الكورة مخه في المنتخب اللي يلعب معاه يعني فما خوف عند المغرب ما فميش فما شوية تراك صحيح عندما شوية اخطاء فما شوية تراك عندما شوية اخطاء لكن غلوبالما في العموم ما عندهمش حالة خوف وهلع ويعني ناس تلعب تلعب بقلبه ربه عاتية كل شي عندها النقطة الاخرى انهم هما اللي قريتوا الدقائق الاخرانية من الماتش ما سلموش يعني في اخر خمسة دقائق هاجموا بشكل مهول كان جاء منتخب اخر وفما منتخبات اوروبية مع بعضها وقبلت حتى ستة اهداف وقبلوا خمسة اظن في الكأس هذا نسيتش كون اللي قبل ستة اهداف فهما كان بالامكان لو كان خفضوا شوية ولا خافوا كان بالامكان يقبلوا اكثر من اثنين لكن هما الاخر لحظة مستمتين معناه وبصراحة سعيدة جدا يعني هنا ندخل انا ليش نحكي على الله اذا ذا يعني سعيدة جدا ليش لانه العالم العربي كاني غالطة مش مشكلة هذي وجهة النظر متاعي معناه كاني غالطة ما نيش نحكي انه نقول فيه نجم يكونوا صحيح وجهة النظر متاعي الشخصية انه احنا العالم العربي وخصوصي مثلا على مستوى الكورة يعني الناس الكل حتى انه يستحيل المنتخب عربي يطلع للنهائيات يعني فامتوني فانه يطلع كمنتخب عربي تجاه كل هالمنتخبات الاوروبية المشهورة ره يدفع اصلا للعرب انهم يقدموا انهم انهم ما يشوفوش انه الامام واسد يعني ما نجمش نتجاوزوا فامتوني فهي كأنها رسالة متاع يعني امل متاع كون شغوف كون طموح كون قوي واهم رسالة انا شوفتها كون شجاع بالنسبة لي انا منتخب المغرب يسوي كون شجاع وهنا انا واحدة من الناس كنت نتفرج بالطبع مش نتفرج من الوعي متاعي يعني انا مش نتفرج للمنتخب المغرب ونشوف شنين الرسالة اللي يوصلي فنحكي على روحي انا فكانت الرسالة كأنه يقول لي انا صراحة في الفترة هذي عندي تحديات معنى عندي تحديات نخدم عليها وكثير من الاشياء طالع شيعر وغيره لكني نخدم عليها ويتس اوكي احكيت لكم الف مرة انه حب الزيت انك انت تحت ظن روحك في كل الجوانب متاعك فلهنا في التحديات اللي انا فيها حاليا اوكي وتحديات قوية برشا 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 ومع ذلك الحمد لله يعني تمام جاء المنتخب يعني انا تمام والمنتخ انا تمام في التحديات هذية وتمام فيها الحمد لله واعية وحاضرة والاخرية ويجي المنتخب المغربي يقول لي يا مريم كيب جوينج يعني استمري كأنه اعطاني رسالة اني نستمر رغم عن كل شي على خطر انا عندي هدف في مخي نخدم عليه هدف يعني هو اكبر منعرج في حياتي حاليا انتقال من شي لشي قبل في حياتي صارتلي انتقالات كبيرة 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 لكن الانتقال هذا انا نسميه منذ دخولي للوعي هو ولادتي رقم ثلاثة يعني من اللي دخلت للوعي صارت ولادة رقم واحد ونحكي على روحي دائما نحكي على تجربتي رو مش شرط تكون تجربة متاعي تجربتك فمن اللي دخلت للوعي مريت بولادة اولى ثم ولادة ثانية وانا حاليا في عام 2022 بالتحديد في ولادة ثالثة ولادة قوية برشة برشة ونحبش ان نعطيكم هكا اشارات اما على المستوى المالي المالي يعني اوكي الوفرة والمال اوكي رسالتي انا تقول للناس اللي تسمع فيه للناس بالتحديد اللي بددت في التنظيفات للناس اللي عندها امراض لنناق عامراض كين نقول امراض معناها نفسية ولا جسدية للناس اللي تحب توصل الحاجة وتخدم عليها وما زالت ما وصلت الهيش معناها ما تسلمش ماذا ما تسلمش يعني مش كين نقول ما تسلمش معناها تعلق السعادة بها لا اما ديما خليك متمسك بالأمل ديما خليك تقول يا رب يا رب انت معي ديما الشدة في الله يعني ديما انت عارفوني ديما نحكي ديما نرجع ونحكي على الله فمهما كانت المعاناة متاعك تو مهما كان الوضع متاعك تو من الألم ومشاعر خوف ولا مشاعر هلع مهما كانت الحالة نفسية متاعكم مهما كانت الحالة الجسدية متاعك وتحس في روحك تشتغل على ذاتك لكن النتيجة ما ظهرتش مثلا تمام؟ أول نقطة ما تفكرش في النتيجة انك انت أصلا تبذل في مجهود باش تحسن من ذاتك راه وتستحق انك انت تمشي احنا في الليلة وفي الظلام في الليل في النهار قدوك يتل عليك النهار تمشي تشري هدية وتعطيها روحك ليش؟ على خاطر انت قاعد تخطو في الطريق اكل خطوة لتعمل فيها حتى كانت لو كانت خطوة واحدة انت قاعد تقدم انت قاعد تتغير انت قاعد تتحسن فالهنا تحمد ربي على انك انت أصلا تفكر في التغيير تفكر في انك تحسن روحك غيرك ربما ما يفكرش فيه ومش معناه انه غالط هي مرحلته لكن انت تعمل في حاجة تجاه ذاتك معناه تجاه انك تعيش النسخة اللي انت تحب عليها تجاه انك تكون حقيقي تكون كما انت فاستمروا يعني الناس اللي في التنظيف استمروا لكن نقول تنظيف معناه تحرر سموه كما تحبوا الناس اللي في تطوير ذاتها وفي تغييرها للأفضل يعني التنظيف تحرر تغيير ذات متاعك تحسينها الى اخره استمروا ما تسلموش خليكم ديما حطين الهدف متاعكم قدام عينيكم وتشتغلوا عليه بهدوء ما تعتيش فائض احتمال ما تعتيش تعلق ما تربطش ساعاتك بالهدف ذلك لكن اسعالوا اخدم عليه حسن روحك فيه على مستوى الافكار على مستوى المشاعر كون متناغم انوي انك تصلله اختار انك تصلله قرر انك تصلله تمام فتحية لكل مغربي ومغربية تشاهد في اللايفة ذايا ولاي تحية من القلب يعنيها يعطيكم الصحة خرجته رجال يعني خرجته رجال خرجته رجال بالحق وسود يعني لكل ما صحيح وسود بأتم معنى الكلمة وسطها يكمل هائل من الملتخبات الاوروبية القوية جدا فيعطيكم الصحة وعقبال كل الدول العربية الاخرى انها المغرق تتعلم من المغرب وتقرر انها ترفع راسها وتمشي القداء تمام ان شاء الله تكون الرسالة خفيفة ضريفة ووصلت بش سرعة سريعة هكا نشوف الاجابات انتاعكم وش نوحكي تولي ونختموا اللايف تمام يا احباب نحبوا لايف خفيف ضريف وان شاء الله تنهبطوا على اليوتيوب طيب اوكي طيب مقتلي تقفز الكومنترات من امامي حبيبتي ايكومنترات الاسود لا تخاف مريوما ممتاز جدا انا كنت متفائلة بقوة النية المشتركة الكبيرة لا مشكلة يعني شوفي اللي هنا حتى كيهوما معناه خسروا امام الفرنسا اوكي عندهم حزن لكن الغالب متاع طاقتهم الغالب متاع اللي يظهر عليها بمعناها انهم رفعين روثهم يعني انهم فخورين بالمستوى اللي يوصلولو تمام انا يقول لك مش المهم انه انا فزت المهم اني انا العبت ورافع راسي مش وجاع في المرحلة اللي انا فاه تمام فهوما حتى كان ما هزوش او متعدوش للكيس النهائي معناها انا بالنسبة لي كانوا انهم اخذوها الكيس خطر بالرسمي ناس راهي حالة يعني حالة يعني حالة نوع المغرب فم عباد في العالم العربي مصدومة معناها انه المغرب يعني دولة عربية توصل للربع نهائي معناها هما توا من من اكثر اربع منتخبات اربع معناها من افضل اربع منتخبات يعني يكملوا مش يلعبوا مش يلعبوا مش يلعبوا اخر لعبة عندهم عبعاظهم مع كرواتيا ولا منعرش ونجموا ياخدوا التصنيف الثاني عالميا معناه فنكون فخورين بهم اللي يوصلولو وفخورين بروحنا كما قلت حتى في خطوة فقط قمنا بها نحو ما نريد تمام اه اللي قالت اللي هنا كنت حابة اشوف قوة النية متجسدة واشهد على قوتها بس ما حصلت اللي هنا رو ما ننسوش انه انا واحدة من الناس فما شكون نعرفهم رغم يعني فما ناس نعرفهم حاطين انه المغرب تربح بشكل مهول معناه قلت كيفاش تربح امام فرنسا فمش معناها انه احنا حطينا النية جماعية وما مشتش فها حكمة فها حكمة هني قلت لا نتعلق بانه انا يجب ان اصل الهدف والى اخره فببساطة انا الهدف تأخر وصولي الي فها حكمة فما درس المستوى الوسلوله هما فيه درس وكل انسان مش يشوفه من تجربته هو من منظوره مثلا انا شفت الدرس لي انا من منظوري انا من المرحل اللي انا فيه تمام انا قطعت شود كبير زينب مريوما قطعت شود كبير واليوم في مرحلة مهمة جدا توه نخدم على الوفرة والجانب العملي ممتاز يا زينب والوفرة والجانب المالي والعملي واحد من اكبر التحديات يعني شنقصد من اكبر التحديات يعني موضوع كبير معناه فهمتيني عند الناس اللي عندها برمجة قوية مثلا على المال والوفرة لكن يكون موضوع بسيط عند الناس اللي عاشت مرتاحة في حياتها مجرد ما يعمل شوية تطبيقات يقفز ديركت فالناس اللي عندها برمجة قوية وكل واحد يعرف روح يعني ان شاء الله ربي معانا وهنا نشتغل وفقط يعني مغير مناربة ساعاتي بهذه الأشياء لكن نخدم عليه لأنه اصلا الروح تبدأ في حالة الروح تدفع الشخص وتخليه يفكر تركيز كل على الشي ذيك مدام كل شي في داخلك يناديك لهدف معين فهذا دليل انه الهدف ذيك مهم انك تصل له يعني هذاك من الحاجة تسعد روح فخليك ماشي تجاه او متجه تجاه حنان تقول انت تحكي وانا ابكي تمام يا حنان ابكي ابكي وان شاء لا يكون لك تطهير وان شاء لا يكون لك ارتقاء تمام يجي عدنا للمغرب شكرا يا هيودج فور نتشير ظهر لي ان شاء الله والله يناوي 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 عندي عندي كثير نواية كبيرة تمام يناس تقول يعطيك الصحة مريوما نجوة تقول شكرا لهم من كل القلب لكن اود اقول ان حتى مئة الجمهور نية الجمهور تؤثر على جمهور فرنسا دخل بنية الفوز وجمهورنا دخل بنية الانتقام من مكرون والهتاف بالنبي لكي يغيذوه وهذه حملة نظموها سلفين لكن في كل الحالات تحية للمجهود اللي قام به المنتخب المغربي وتحية انهم هما اكثر حاجة يعني خرجتهم يعني انا كملت نتفرج حتى بعد موفال مات شمعني التعامل ما بين المنتخب الفرنسي مع المنتخب المغربي كان راقي جدا والمنتخب المغربي كان رافع راسه يعني المدرب كان ما شاء الله عليه معنا الصحية تحس عليه انه كان يتمنى يتعدى ويفوز لكن كان رافع راسه يعني تمام يا الله اكثر حاجة اثرت فيي لما قلتي مركز في اللعب مش في اللاعب قوية لي بالضبط هما احنا مثلا اعطيك بمثال هنا قالت اثرت فيي كلمة انه مركز في اللعب مش مركز في اللاعب اللي بجنبه يعني مش مركز مع المنافس انا هنا نقول للناس اللي تظهر عليها اعراض وهي تنظف متركز ش على الاعراض انسيها خليها تخرج وحدها ركز على اللعب ركز على التطبيق انت تتبق في تقنية سيدونة او تتبق في الاستغفار خليك معاه وليظهر على الجسد متركز ش معاه فقط اعرف انه سلب خارج مهم جدا النقطة وتعمل فاصل يعني انقلاب للناس ريتوها النقطة هي الفخ هي التركة هي الفخ انك انت الفخ يتقدم يتحبس انك انت يتتوقف تحبس بالتونسي معنا تتوقف يعني انا نشتغل على التنظيف وفما اعراض ظهرت على الجسد مر ركز مع الاعراض مر ركز منها مر هنا عملت بلوك ركز على الجسد وشنذر عليه ركز على التمرين وانكمل تمريني بتركيز تمام تحياتي يا شقاء نتونسي شكرا شكرا لكل المغربيين شكرا لك يا مريم على كلامك شكرا يا محمد لدعمك فريقنا الوطني قدم لنا درس في ان نتبع حلمنا حتى لو كانت كل الطرق يتبدو صعبة وبالضبط يعني اركز على ما تريد حتى لو كانت المنافسة اللي حولك صعبة يعني تمام تخليك فيما تريد ركز على ما تريد حتى لو كانت التحديات في حياتك صعبة خليك مركز خلي عقليتك غيرها التركيز الإيجابي خليك دايما ترى الخير في كل شي شمعني التركيز الإيجابي ترى الخير في كل شي نقول ترى الخير في كل شي معناها ترى الخير في الوسويس القهري اللي عندك عندك أفكار تسلطية ترى الخير فيها يعني نظرتك تكون إيجابية تجاه الأفكار بتاعك تدخلش في حرب مع الأفكار خطر تدخل في حرب معها تخسر ما تدخلش في حرب مع مشاعرك ما تدخلش في حرب مع الآخرين إلى أخيره والراقبوا رويحنا ومصلحوا رويحنا أنا أحكي لكم مكر أنا ما نيش منزهة عن الغضب ولا عن الخوف لكن بالطبع نقصت عندي المشاعر بشكل مهول معناها مع عتش كي مقبل في سع مشاعري تظهر والغضب موجود لكن ما تزل نشتغل على ذاتي معناها عادي المهم أنه إحنا ندرك هذا الأمر يعني بعد ما يظهر عليك الغضب تجلس مع روحك وتشوف الملف هذا شنوه وراه تمام سبب صداع الرأس المستبر صداع الرأس أنت عندك ياسر حاجة عندك موضوع شغلة به فكرك يعني تفكرينا كثيرا والتفكير اللي وتفكري فيه يا عندك موضوع عندك يعني تفكري في شيء عاملك تأني بضمير أو تفكري في شيء عاملك خوف غالبا فانتي لهنا ما هو الموضوع اللي شغل تفكيرك تحرري منه داعيه معناها بسلام وما ترفضيش الوجيعة الرأس ما ترفضيهيش وكوني مدركة لماذا؟ رأسك ما وجعلك شكاكة انتي تفكري في ماذا أفكر؟ وأشتغل مع هذا الموضوع اللي نفكر فيه وأسمح له بالرحيل بودوء وعليكم السلام كاتا أفريل رنح رينادا تقول أحبك من السعودية تحية لكل أهل السعودية حتى السعودية يعني برشا منتخبية ظهرت في المونديال هذا فاتيمة أول مرة تحذر على لايف جميل جدا كم بقى في البث؟ لا مشكلة البث تنجم يتعاود وخطر مش نسجله تمام؟ نولي نختم أوكي طيب راح أحفظ البث أهلا يا نورس نقول لكم إن شاء الله لديكم سعيدة إن شاء الله ربي يوفقكم وبإذن الله قول يا رب الله يمدك بالحلول ويوجهك وإلى آخره تمام؟ يالا ربينو معاكم نحب يكون اللايف قصير جدا فيه الرسالة هذه فاللي ما سمعوش يعاود يسمعو واللي حتى للمحظروش عليه في الهنين نزلو في اليوتيوب إن شاء الله تمام؟ يالا تحياتي ترجمة نانسي قنقر